إذن دائما مع ملف التعليم الذي هو ثروة تقوم عليها الأمم والحضارات وتثقيف أبناءنا وتعليمهم يرقى بنا إلى عالم المعرفة ومواكبة التطور الذي تشهد البشرية بشكل عام طبعا المعلمون والمعلمات أخذوا على عتق مستمرار العملية التعليمية على الرغم من جائحة كوفيد 19 وأصروا على متابعة دروسهم مع أبناءنا الطلبة والطالبات مستغلين بذلك عصر السرعة والتكنولوجيا لتحول التعليم التقليدي إلى نظام جديد وهو التعلم عن بعد طبعا التعلم عن بعد نظام صنع عصر السرعة الجاءت إلى المؤسسات التعليمية المختلفة حتى تعود عجلة التعليم إلى الدوران بعد توقف دام لعدة أشهر وحتى يستكمل أبناءنا مشوارهم وطريقهم نحو النجاح وتحقيق أحلامهم الدراسية طبعا رح نتكلم أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر تطبيق سكايب الأستاذ المساعد في قسم الهندسة الصناعية بجامعة الكويت الدكتورة إسراء العيسى دكتورة صباح الخير يريد في مستهل حديثنا ممكن توضحين لأستاذ المشاهدين أهمية التعلم عن بعد بالنسبة للمعلم والطالب وأيضا بالنسبة للأسرة صباحكم الله بالخير صباح البركة والعطاء والانطلاق شكرا على الاستضافة في هذا البرنامج في هذا اليوم السعيد جدا لي شخصيا وللجامعة ككل نحن اليوم ما عندنا وسيلة أخرى إذا نستكمل تعليمنا فصار هو الضرورة الوحيدة لإستمرار التعليم أن نكمل عن بعد يمكن تعلمنا نحن من خلال دورات التدريبية الكثيرة التي وفرت لنا ياها الجامعة شلون نتعامل مع الآن وكان عندنا في السابق تجربة شلون نتعامل مع طلبتنا أما اليوم التجربة مختلفة علينا ليش؟ لأن هذه أول تجربة لنا أن نحن نتعامل مع طلبتنا من خلال الآن شلون نتعامل مع الآن ومع الكمبيوتر طول الوقت ومع الطلبة ولكن هذا الحاجز اللي بيننا وبينهم اللي ودي اليوم أتكلم فيه إن شلون ممكن إننا نكسره إذا تسمحوا لي أتكلم في هذا الموضوع إن شلون إننا نأنسنا نحن متعودين كريكاترا أن نشرح من السبورة أو من الكمبيوتر أو من الفوربونت متعودين أن نمشي بين أدراج الطلبة أن نشوف من ملامحهم اللي فاهم اللي سرحان اللي كان تعبان أمس وهم كذلك متعودين بعض الموضوع إنه يحب يقعد على فكرة ما أسمعكم زين الصوت واطئين نحن نسمعوني الدكتورة تسمعوني هذا؟ استمري سواء تصغل فحتى الطلبة متعودين والله هذا متعود يقعد يوم الدريشة ولا هذا يوم الطوفة هذا يحب يقعد جدام هذا يحب تقعد وراء وهكذا فهذه الأمور كلها أكيد إحنا رح نفتقدها ورح نطلع من الكمفورت زون من مربع الراحة اللي إحنا نحن نحن هذا الشعور يعني عزائي هو بالضبط يعني هو صعب وسهل بنفس الوقت يعني هو صعب لأنه أول مرة ولكن مع الوقت إحنا الإنسان طبيعته إنه يتأقلن فمع الوقت يصير أسهل وأسهل أبي الطلبة يتذكرون في هذا اليوم شعورهم أول يوم يدخلون في الجامعة شلون شعورهم بالريبة بالقلق حاسين إنها مو مكانهم مو عارفين على كل الأوضاع اليديدة اللي موجودة حاسين كل هالريبة وحديثهم الداخلي إنه أنا شلون بمشي شلون رأس راح تفهمني الناس كل هالريبة هني شفتوا هذا الشعور اللي عندكم والحديث الذاتي اللي عندكم نعم نحن كديكاترة عندنا أضعافة طيب عفوا دكتور فحابين أنكم حتى يعني إحنا نقدر عفوا دكتور آسفة المقاطعة ولكن بما أن شرحتي الاختلاف بين التعليم التقليدي وأيضا التعليم عن بعد طبعا هم لابد من وجود بعض الصعوبات اللي من الممكن أنها راح تواجهنا كطلبة وفي المقابل تواجهنا كهيئة تدريسية وخاصة أننا نحن مقبلين على أمر جديد علينا تقريبا نقدر نقول أنا ما نقول كليا ولكن جديد على الطلبة وأيضا الهيئة تدريسية حتى الأسرة يمكن بعدنا تجيب أيضا الأسرة ممكن راح تكون تواجه صعوبة في التعامل مع الطالب الصغير في السن في التعامل مع النظام الجديد شلو ممكن نحن نسهل هذا الموضوع لمن يتابعنا في هذا الموضوع تحديدا راجعت مؤلفات دكتورة بروكانسكي اللي هي متخصصة بالتعليم أونلاين والتعليم عن بعد والحين صارت أكثر وسائل التواصل الاجتماعي تتكلم عن هذا الموضوع الساخن وعن التحديات والصعوبات اللي ممكن الناس تواجهها طبعا فيه أنواع من التحديات أول واحد اللي تكلمت عنه اللي أثبت التراسات أنه هو الأصعب اللي هو أنسنة الموضوع ورح أي حق الموضوع التكنولوجي ورح أي حق الموضوع العائلي فلو أبي أبدي في أنسنة الموضوع تقول الدكتورة بروكانسكي أن التعليم هو عملية عاطفية في الدماغ ليش؟ لأن فيها قلاق وفيها حزن وفيها فرح كذلك وفيها تفاعل وأثبتت أن تحديدا تحديدا في التعليم أونلاين والتعليم عن بعد أن كلما أنا زيت السوشيال بريزنس أني أنا أظهر تواضعي وأظهر أني أنا ممكن أخطأ وممكن تطلع هذه الأخطاء الفنية وإني أقابل هذا الموضوع بابتسامة وإني أشجع التفاعل هذا بروحة يرفع رضاء الطلبة ويرفع تفاعلهم وحواسهم ويرفع نسبة استيعابهم وتركيزهم وكذلك تحليلهم النقدي كما أفادت التجربة من ناحية الأنسن أني أنا لما أكون موجودة موجودة وأتفاعل ولما الطالب نفسه أشجع أن يتكلم يعني بعض الطلبة يكونون موجودين بس مستحين أنهم يتكلموني يحسون أن صوتهم طلع يعني مثلا عالي أو يخافوني يغلطون أو كذا يعني لأنني أنا درست خلال الفترة اللي طافت كمراجعة فكنت أسولي مع الطلبة يقولولي الدكتورة لما يصير وقت نتكلم في البداية نحس كأننا نحن مواقفين على برندة وكأن الملكة إليزابيث بالتحكي على جمهور من الخوف فحواسهم كلها تتحرك لما يبون يتكلمون ويتفاعلون معانا عبر الشاشة يعني نقدر نستشعر الدكتورة من كلامة بما أن حضرتك جربتي هذه التجربة نحس أن تمستعدة لها لكن لنعود لأرض الواقعة لعيالنا وطبعا أيضا هناك الأستاذة اللي عمرهم ما جربوا هذه التجربة من قبل الأخطاء اللي راح تصير في البداية اللي يمكن اللخبطة عدم استيعاب هذه الفترة يعني راح تاخد وقت علشان نقدر نقول نمشي بشكل سلس أكثر بشلون ممكن نحن نصل لهذه المرحلة بسرعة أكبر يعني إذا مثلا أبي أتكلم على إذا احنا تكلمنا على موضوع الأنسنة وتشجيع التفاعل لأن هذا يكسر كل الحاجز يعني ما يصير أكون باب مغلق أن ترى أنا حاسب شعورك وحاس أن هذا الموضوع جديد عليك إذا أنا بتكلم عن ناحية التكنولوجية والتحديات اللي ممكن اللي واجهتني وواجهت الطلبة طبعا اللي هو الانترنت أنه ممكن يقطع هذه أول شغلة أحتاج أني أتفاهم مع أهلي في البيت أقول لهم يا جماعة اللي قاعد على نتفلكس ولا قاعد على بلاي ستيشن وقاعد ياخذ من الطاقة للإنترنت ما عليش أنا في هالوقت وهالوقت عندي محاضرة وكذلك بعض الطلبة مثلا كان أكو تشيب سعرها 5 دناير تعطيني 500 كيجا 5 دناير بالشهر وهذا مبلغ زين أو إني أشوك على تليفوني هذا بروحة كان يعني يبسط يبسط الموضوع فيه موضوع جميل لأن هذا الموضوع ساخن في كثير من المواد التعليمية سواء أن شلون أنا أسوي كوزاتي وأحضر مادتي العلمية ووسائط العلمية موجودة كلها على الإنترنت يعني يعني مد إيدك وتأقلم وأحنا يعني أنا بداية كمراجعة في البداية كان صعب ولكن راح تأقلمون وراح يكون الموضوع إن شاء الله جداً سهل شغلة ثانية أحب أتكلم عنها اللي هو الساعات المكتبية الساعات المكتبية شون كانت لما مثلاً الطلبة كانوا يشعرون بواسطة الإيميل كانوا يحسون النحاجز كأنهم يكلمون كمبيوتر ما كانهم يكلمون آدمي فيشعرون بالضيق وساعات ما يقدرون يعبرون على كي أسألتهم هم يبون هذا التفاعل ساعات أم يعني يسئلون الآن يجبوني أستزيد في الإجابة ليس فقط السؤال الذي يطرحون ففي هذه الطريقة عادة يكون عندي أوفيس أورز وهذه الأوفيس أورز لها وقت وأكون فتحة الكاميرا وقاعدة أي حد يدخل على هذه الشانل نسميها في أنا موجودة وأنتظر أسألتهم وفي وقت ثاني أنه يكون عبر الأقوينت نحن نحصل الميالات ونحصلها على مدار الساعة ونجاوب على مدار الساعة لكن لما حقوهم وقت أو تكون الشانل مفتوحة لقيت أن هذا يريح الطلب كثير وأحب أبشر الدكاترة أن الأوفيس أول سوف نسيد عندكم عن المثال فلين كلنا نسط صدرنا على هذا دكتور قبل الوقت قاعد يضايق لا يخالف في مبادرة قمت فيها حضرتك بعملها من منزلك بخصوص الدراسة عن بعد إذا بالإمكان تذكر لنا إياها البيت هنا كل نقلب مدرسة يعني مثلا الجزء هذا من الطاولة من غرفة الأكل وهو كلية الهندسة الجزء اللي واره من طاولة الأكل وهو مدرسة مدرسة بناتي في جزء ثاني من البيت في طاولة ثانية حطتها كتعليم مثلا أنا أبي أتعلم ثربويا يعني مو بس الأونلاين فآلا أبي أتعلم هذه الأمور اللي في الأونلاين اللي أقول لكم عنها على الأنسنة وسائل التقييم والمشاريع وكل هذه الأمور أقو جزء من بيتي لأن أنا عندي بنتي تدرس عمارة المطبخ حولنا مثلا مختبر حق العمارة وصج الصج حتى الأرض كنا نكرش عليها الأوراق حق العمارة حق بنتي وصير كلها على كفر الأرض بس بعدين لما يعمل فريق التصوير حقنا في المطبخ حتى يكون شكرا أدرب فبيوتنا تحول اتصارت مدارس يعني فالشي حلو أن الواحد ينجي مكان يكون مريح للمتلقي ومريح لآلة شخصيا من ناحية الإضاءة من ناحية الصوت من ناحية الإزعاج وهكذا يعني قاعدين نشوف هذه الصور مع السادة المشاهدين دكتورة قاعدين ياخذ من المخرج بعض هذه الصور من عندكم في هذا المكان يعني بصراحة هذا تفاني في العمل من قبلكم دكتورة يعني واضح فعلا هذا الإخلاص في عملكم شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات فعلا نتمنى لكم التوفيق في هذه الخطوة الجديدة علينا جميعا يمكن في الكويت في كل شي شكرا جزيلا لك الأستاذ المساعد في قسم الهندس الصناعية بجامعة الكويت دكتورة إسراء العيسى شكرا جزيلا لك نبخر في عالم الصحافة المحلية والدولية نرصد أهم العناوين ونتحقق من الأخبار والمضام نغوص في الافتتاحيات والأعمدة والمقالات ونتعمق بتحليلها وتفسيرها نستعرض لكم الصحافة العربية والدولية بعيون مراسلين حول العالم تابعونا في برنامج ماشيط الصحافة من الأحد إلى الخميس في الأوقات التأليا أنا طبعا ما راح أسوي اللي سوتها الدكتورة لا يعطيها العب صراحة اللي قاعد تسويه حلو وايد ممتر وصحب أمانتان يعني فعلا تحدي هذا يعتبر هو تحدي بينها وبين الوضع اللي احنا فيه يعني احنا داشتين في ظروف غريبة استثنائية مختلفة إن شاء الله الله يفكها إن شاء الله يفكنا منها إن شاء الله عاجلا غير آجل ولكن خلاص أنا أتأقلم وأعيش وأعيش اللي حوالي في هذه الظروف بحيث أن يعيشون حياة طبيعية وإن كانت داخل البيت أنا اللي حبيت أن يعني بلاحظت الأرياحية اللي هي قاعدة تشرح فيها وضع التعامل راح يكون بين الطالب والطلبة فندري أن هذه الفترة في البداية راح تكون صعبة لكن من نهاية إن شاء الله راح تصنعون على مستوى الدكتورة من الأرياحية بداية صعبة بداية صعبة بداية صعبة ما ينفع وياكم هنالطبع المستمرين في العالم هذا الصباح ومشروع مدينة المطلع والذي يعد الأكبر